طيب خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لواحد من أهم الشخصيات الكروية اللي جات في مصر عشر سنين مرت على وفاة جنرال الكرة المصرية كابتن محمود الجهري اللاعب والمدرب الاستثنائي اللي صنع الفرحة والبهجة في قلوب كل المصريين على مدار سنين كتير جدا تولى فيها مهم التدريب المنتخب الوطني مش بس كده كان هو كمان يعني كان أول شخص قدر أنه هو يدرب نادي الأهلي ونادي الزبالك والحقيقة ما فيش خلاف عليه لا من أهلاوي ولا من زمالكاوي ده غير بقى إنجازات تالية كتير جدا في حياة وفي مسيرة كابتن محمود الجهري خلينا نستعرضها مع حضراتكم في هذا التقرير اللي جاي عشر سنوات تمر اليوم على رحيل أسطورة كروية لم تشهد الملاعب المصرية في كفاءته لاعبا ومدربا ومحطما للأرقام القياسية الأهلاوي الذي درب الزمالك محمود الجهري ولد محمود نصير يوسف الجهري في العشرين من فبراير عام 1938 بالقاهرة وانضم لصفوف النادي الأهلي في سن صغيرة وتم تصعيده للفريق الأول وهو في السابعة عشر من عمره لمدة عشر سنوات استطاع خلالها المشاركة في اقتناص عشرة ألقاب للأهلي بواقع ستة ألقاب للدوري وثلاثة ألقاب للكأس تعرض لإصابة في الرباط الصليبي مما أكبره على الاعتزال وهو في السابعة والعشرين من عمره وذلك في موسم عام 1965-1966 كان محمود الجهري أول مدرب في تاريخ إفريقيا يحقق لقب الكان لاعبا ومدربا وذلك بعدما حققه داخل المستطيل الأخضر في عام 1959 وعاد ليعانق الأميرة السمراء من خارج الخطوط خلال ولايته للفراعنة في بوركينا فاسو نسخة عام 1998 والإنجاز المدوي لكتيبة الجنرال آنذاك قبل أن يعادل النيجيري الراحل ستيفن كيشي إنجازه مع النسور الخضراء وكذلك فقد كان أول مدرب مصري بل هو المصري الوحيد حتى الآن الذي نجح في قيادة منتخبنا القومي للتأهل للمونديال وذلك في نسخة عام 1990 بإيطاليا يعتبر الراحل محمود الجهري المدير الفني الوطني الوحيد الذي تولى تدريب قضي الكرة المصرية الأهل والزمالك فتولى تدريب الفريق الأحمر مطلع الثمانينيات وقاده لأول تتويج قري في تاريخه وظفر معه بدور الأبطال نسخة 1982 على حساب أشانتي كوتوكو الغاني وعاد لترويد أسود كوتوكو من جديد في عام 1993 وتدوين اسمه بحروف من ذهب في سجل مدربي الزمالك ومعانقة اللقب الإفريقي من جديد اشتركوا في القناة